نعود إلى السياحة بما أننا في فصل الصيف والعطل وزير السياحة يتحدث عن رفع العراقيل عن 71 مشروع سياحي بس حقبل تصريحات وزير السياحة اليوم لفت انتباهي ولاية الجزائر العاصمة دارت في صفحتها على الفيسبوك ترويج لمنتزه صابلات وقالت بأنه قبلت كل الجزائريين ونشرت صورا من منتزه صابلات ببلدية حسين داي قالت بأنه هذا هو المنشور على الفيسبوك قالت بأنه يستقطب ميتين ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع ميتين ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا هو موسم الاستياف ميتين ألف زائر يبدو رقم كبير مش عارف هذا رقم قدمته ولاية الجزائر ولكن منتزه صابلات عليه إقبال كبير من الناس ونشرت صورا طبعا مليحة ترويج لوجهة سياحية في العاصمة حتى تطل على الجامع الأعدم كما نشاهد وكان حتى عائلات كثيرة تذهب بالصح كان أيضا تعليقات من الناس على منتزه صابلات وهذا يخلي السياحة ككل فيها تساؤلات مثلا حول موقف السيارات حول الدخول والخروج حول المأكلات وبيعها المياه الباردة وبيعها خطر التسمومات هذه المشاريع المهمة تعد درجات هذا مشروع مهم منتش عرف أنا لمن هذا المشروع ولكنه مهم حتى يمكن استعماله في خارج صابلات مش يبرك في الصابلات ومش يبرك في فصل الصيف لأنه كان بلدان كثيرة تعتمد هذه المشاريع من شركات ناشئة ستارتاب وشبان وداروا مشاريع كما هذه ونشحوا في بلدان كثيرة لتقليل من استعمال وسائل النقل الأخرى الملوثة فهذه مليحة فكما قلت وزير السياحة اليوم وعلى صور صابلات التي نشرتها ولاية الجزائر نشرت الصحافة تصريحات للوزير يتحدث فيه عن رفع العراقيل عن 71 مشروع هذا هو المقال المنشور في جريدة المساء أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية ديدوش مختار بالتعرف عن رفع العراقيل عن 71 مشروع سياحي عبر الوطن ستساهم بعد تجسيدها في التخفيف من النقص الحاصلي في المرافق السياحية المقدر بـ 8000 سرير وتحدث عن أن ولاة الجمهورية ساهموا في مرافقة المستثمرين في المجال السياحي لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم طيب أوكي رفعنا القيود عن المشاريع وفرنا أماكن جديدة السر جديدة ولكن لماذا المواطن يشتكي من غلاء قضاء ليلة واحدة في منطقة سياحية ومش يبرك في الفنادق وإنما حتى كراء شقق أو في مناطق سياحية وعلى البحر واحد مع عيلة فيها ثلاثة أربع أفراد سيدفع تكلفة غالية جدا أحيانا هناك أموال تضاهي أو تتفوق على كلفة زيارة سياحية لبلد مجاول ترجمة نانسي قنقر